الزواج الأبيض أو الزواج الشكل أو زواج المصلحة هذا ما يرجع إليه بعض الحالمين بالعيش والإسقرار في أوروبا أو المهجرين غير النظاميين وذلك بهدف الحصول على إقامة أو جنسية بلد ما وخاصة في أوروبا الظاهرة المتشرة في العديد من البلدان الأوروبية كفرنسا، إيطاليا، ألمانيا دفعت السلطات الأوروبية المختلفة إلى أن تكون أكثر تشددا في سبيل مكافحة تلك الظاهرة اليوم نتساءل ما الأسباب الرئيسية التي تدفع بعض الأشخاص إلى الجوء إلى الزواج الأبيض الذي يصنف كجريمة كيف تتعامل السلطات الأوروبية مع هذا النوع من الزواج الشكل وما تداعيات ذلك على حياة أولئك الأشخاص الذين ينخرطون بهذا النوع من الزواج غير القانوني أو حتى أولئك الذين تزوجوا زواجا حقيقيا قائما على الحب والمشاركة نبدأ من عند ضيف السوديو أستاذ باسم سالم المحامية المختصة بقضايا الهجرة نرحب بك أستاذ باسم أهلا وسهلا إذن الزواج الأبيض أو الزواج الشكلي هناك أسماء كثيرة أو زواج المصلحة ظاهرة منتشرة في أوروبا في البداية يعني لماذا يلجأ بعض الأشخاص إلى هذه الورقة التي قد تكون أخيرة للاستقرار للحصول على الإقامة والحصول على جنسية في أوروبا هلا أنا بس بإحصائيات لجمعيات بتقول أنه الراغب بأنه برجاء لهذه الخطوة هو الموجود أساسا بهذه الدولة الأوروبية لكن وجوده هو غير نظامي فهي يريد تسوية توضعه فبالتالي أنه أسهل طريقة لتسوية توضعه وهو الزواج بحاصل على جنسية كان فرنسية أو جنسية أوروبية فرح يكون الموضوع هو أسهله لأنه ممكن يثبت العلاقة الموجودة بينه وبين هذا الشخص ممكن عن طريق كانت مساكنة بعدين هيه الزواج حتى ممكن أنه يتزوج فيه البلدية نفسه في بلدية فرنسية أو بلدية أوروبية لكن فرنسا أو بالتحديد الدول الأوروبية صار ضروري أنه يكون هذا الشخص وجوده نظامي على الأراضي الفرنسية حتى لو حصل هذا الزواج في مؤسسة فرنسية وفي بلدية فرنسية وحصل على دفتر عيلة فرنسي فهي لا تعترف بهذا الزواج ولا تمنحه حق الإقامة على أساس هذا الزواج إلا إذا كان دخوله إلى فرنسا بطريقة نظامية حتى تطلب أنه ترجع على البلد الأنت منه وخلي زوجتك ترجع تبعط لك مرة تانية فيزا حتى تصل لعندي فبالتالي هو رح يعمل هذا الإجراء رح ترجع تقوله أنت كنت موجود بطريقة غير نظامية على الأراضي الفرنسية فبالتالي أنا ما رح أمنحك هذه الفيزا يعني هي لعبة مثل أنه مين بدي أول مين انتهى بالقصة لكن الهدف من الزواج الأبيض هو حل لكثير من الناس أو يكون هو ليس حل لكثير من الناس لأنه ما يجب أن يكون حل أساسا هو أن تكون هناك علاقة نظامية بين هذا الشخص والشخص الآخر أن تكون هناك علاقة حب فعلا أنهم قرروا تأسيس هذه العيلة فمن حقه كمواطن أوروبي أو من حقه كمواطن فرنسي أنه يضم شريكه لأله في هذه البلد لكن كيف رح يحصل هذا الحق؟ لازم أن هناك واجبات لازم أن يكون من دافعي الضرائب يجب أن يكون هناك سكن يستطيع أن يستقبل في هذا الشخص يجب أن يكون هناك مداخيل أو راتب شهري للصرف على هذا الشخص فمن هنا تبدأ المشكلة ليس كل من شخص تجوز بشخص فرنسي أو حاصل على جنسي أوروبية له الحق في ضم شريكه لأله إلا إذا كان هو يتمتع بتلك الحقوق يجب أن يكون عليه واجبات لتلك الدولة التي تعيش فيها أستاذ باسم سالم البعض يتهم السلطات الفرنسية وغيرها من السلطات الأوروبية التي أصبحت أكثر تشددا فيما يتعلق بموضوع الزواج من الأجانب زواج مواطنيها من الأجانب التشدد هذا أدى إلى حالة ظلم لكثير من الأزواج الذين ينخرطون بعلاقة حب ومشاركة ومشروع مستقبل على سبيل المثال جميعنا سمعنا عن الحالات الكثيرة في تونس والتي ظهرت إلى الأخبار قبل أسابيع عندما رفضت السفراء التونسي إعطاء تأشيرات سفر لشباب تونسيين متزوجين من فرنسيات ورأينا هذا الفيديو الصادم لإمرأة فرنسية هددت بحرق نفسها إذا لم يتم إعطاء زوجها تأشير الدخول إلى أي مدى نية أو محاولة السلطات الأوروبية السيطرة على هذه الظاهرة أيضا ضرت وتظلم الكثير من الأزواج الذين ينخرطون بعلاقات حقيقية يعني أنا فيني بس أوجه نصيحة لكل شخص مقدم على هذه الخطوة أن تكون فعلا طريقة أن يكون الإجراءات فعلا قانونية مية بمية ليه؟ لأنه مو من حق السفارة تنظر بهذا الطلب إذا كان هو زواج أبيض أو غير زواج أبيض هي من حق أن تنظر فعلا إذا هو يتمتع بالأسباب اللي تمنعه حق ضم شريكه لأله يعني باختصار بالعكس إن إذا رأحكي بالقانون هي ميزة التونسي وميزة الجزائري عن غيره من الجنسيات يعني التونسي والجزائري هو مميز بأن يحصل على إقامة عن طريق الزواج أفضل من الأميركي نفسه يعني التونسي والجزائري لنفترضهم بطريقة مجرد أن يحصل على فيزة الزواج يعني هي فيزة لونكسيجور الفيزا دي بعد سنة من حق أن يحصل على كارت العشر سنوات بينما الأميركي يجب أن يحصل على الفيزة للسنة وبعد ذلك مدد سنتين إقامة فرنسا حتى يستطيع أن يقدم على كارت العشر سنوات كإقامة فرنسا هل هذا يعني أن الحكومة الفرنسية تتعامل بأفضلية مع أكيد طبعا حتى القانون مع أنه الصورة الرائجة هي غير ذلك لا لا أبدا لكن القانون يحمي نفسه من ناحية الزواج الأبد مثل ما قلت لك يعني هلأ مثلا أجل رفض لهذه السيدة اللي هددت بحرق نفسها هناك رفض للفيزا بيقولك أنك فيك تعطرد لمحكمة ناند خلال شهرين فبالتالي القاضي الموجود في ناند أو اللجن الموجود في ناند إذا كانت الأسباب فعلا واقعية برجع بكرير هناك بيت لاستضادة هذا الشخص هذا الشخص الفرنسي لا يحصل على مساعدات من الدولة الفرنسية هو قادر على أن يصرف الشخص الثاني هو زواج بالبديل هو يعمل في تونس أو هو من درجة علمية تناسب زوجته وغيرها من هاي الأمور فبالتالي رح يأخذ فيها القاضي ويحكم بالفيزا يعني نحن مقن دائما نوقف عند السفارة السفارة ممكن أن نفترض تتعامل بشكل عنصري ممكن 90% من الطلبات لقدمت له بتوصية من وزارة الداخلية الفرنسية أنه يتم رفض لكن هناك دائما قضاء في فرنسا وفي أوروبا يجب الاعتراض عليه دائما إذا كانت أسبابك منطئية وتتمتع بكل الحقوق اللي ما نحكيها القانون لحتى تضم شريكك لألك في الدولة الأوروبية اللي أنت مقيم فيها وهي بلدك نعم وساد باسم ساري ما هي الإجراءات التي تتبعها يعني نتحدث عن فرنسا آخرين نتحدث عن فرنسا بما أننا نتحدث من فرنسا على سبيل المثال ما هي الإجراءات التي تتبعها السلطات الفرنسية لمكافحات الزواجة الأبيضة هلأ هو دائما يكون فيه ملاحقة كتير قوية من الشرطة نرجع من كارير يعني هو صعي عطل أفضلية لجنسيات معينة هي التونسية والجزائرية ولكن عطل رقابة أكبر على هؤلاء الجنسيات لأنه بيعرف هو يضم عدد مهاجرين أكبر من هؤلاء الجنسيات على الأراضي الفرنسية يعني سيكون هناك إثباتات دائما أن هناك حياة موجودة يعني نفترض هذا الشخص وصل إلى فرنسا فبالتالي هو يجب أن يقيم مع هذا الشخص فبالتالي أن يكون هناك فعلا متعلقات موجودة بشكل شخصي من فترة إلى آخر ممكن أن البوليس يحضر بدون سابق إنذار يتأكد موجود مثلا فرشية الأسنان موجودة هذا الشخص الألبسة الخاصة فيه أوراقه الخاصة المتعلقة فيه ولكن ألا يعتبر هذا انتهاك أيضا للحياة الزوجية يعني على سبيل المثال ذكرتني قبل أسابيع في مدينة بيزياء الفرنسية رفض عمدة المدينة توثيق زواج لشاب جزائري يرغب بالزواج ومن امرأة فرنسية تم رفض ذلك وتم الزرقرار بطرد هذا الشاب البعض يقول أن السلطات أحيانا تتدخل بشكل غير مقبول يعني في على الحياة الشخصية أيضا أنا معك مية بالمية لكن هذا التصرف كان عنصري وتم إيدانته من وزارة الداخلية نفسه وإدارة البلديات وتم رفع دعوة على الرئيس البلدية نفسه لأنه فعلا هو خالف القانون بهذا الإجراء لأنه مو من حقه يرفض مثل ما قلت لك ممكن تكون أنت لا تملك أي أوراق في فرنسا وبالتالي من حق لك تتزوج من حياة شخص لكن من حق فرنسا أنه تمنحك الإقامة على أساسة الزواج أو لا بحسب أنت إذا استوفيت هذه الحقوق فبالتالي اللي عمله رئيس البلدية هو أمر غير قانوني هو أمر معيب للدولة الفرنسية حتى فبالتالي كان لازم اتخاذ إجراءات تانية لكن أنا برأيي دائما أسعى إلى الحل دائما الحل بالقانون نفسه يعني هو كان ممكن فعلا يعمل زواجه ببلدية أخرى فبالتالي نتلافى هذه الإشكالية كل مرة تانية لكن رئيس البلدية أنه ياخد هذا الموقف يجب أن يحاكم رئيس البلدية نفسه يعني يجب هذا الشخص التونسي يحب بنحق أن يرفع دعوة على هذا الشخص لأنه رفض تطبيق لأنه ما محقلك أنت رئيس بلدي أن تستعمل منصبك بشكل شخصي هو استعمل هذه السلطة بشكل شخصي بشكل حزبي بشكل يميني متطرف لأنه أنت رئيس بلدية بحسب القانون البلديات يجب أن تزوج هذا الشخص بغض النظر هو منين أو شو حامل أوراق طيب تضم إلينا السيدة سعاد فرخشي الشاوي رئيسة جمعية المغربة في فرنسا نرحب بك أستاذ سعاد سهلا أهلا بك أستاذ سعاد اليوم نناقش موضوع ما يعرف بالزواج الأبيض الذي يلجأ إليه البعض للحصول على كرت الإقامة أو الجنسية في البلدان الأوروبية هناك انتقاد كبير للإجراءات إجراءات السلطات سواء في فرنسا أو غيرها من البلدان الأوروبية التي تتشدد أو باتت أكثر تشددا فيما يتعلق بتوثيق الزواج بين يعني مواطن أوروبي أو مواطن أوروبية ومواطن من بلد آخر ما رأيك بذلك؟ هل تجديد الإجراءات هي الطريقة الوحيدة لمكافحة هذه الظاهرة؟ أولا قبل كل شيء أريد أن أضع هذا المشكل المشكلة الزواج الأبيض أو الزواج الصوري اللي هو الزواج بين طرفين على ورق فقط اللي كانت تنتهي المدد اللي هو بحصول طرفين على وثائق القامة في أوروبا مقابل مبلغ مالي هذه الظاهرات يعني حاليا تتواجه عراقي كثيرة لأن الوضعية الوضعية السياسية بأوروبا وخاصة بفرنسا فيها تراجع كبير وفيها يعني تطور العنصرية وتطور لأعطاء يعني بعض السلطات الحق في رفض تزويج يعني شخصين غير لسبب الشك في صحة هذه الزواج يعني وكان مخالفات للقانون وكان مجموعة المجموعة من التجاوزات يعني للقانون هذا الموضوع في حد داته شنود عط فرصة بخصوصا يعني للحد من هذه الظاهرة أولا هناك تعين جلتها استماع للأزواج كلهم على حدة اللي كيكون المشتبه في إبرافهم لهذا عقد الزواج السوري للتيقن يعني ما هي الأسباب وما هي نقطة التواصل ما بين الزوجين وهل هذا الزواج هو فعلي أو لا ومنسوش بأن هناك عقوبة استجن مدة خمس سنواش ورام قضيها ألف أورو لكل إنسان تبثت مثلا أنه في يعني زواج سوري رغم أن أنا كنعتبر بأن إتباس هذا الزواج مسألة صعبة جدا وكما قال أخ باسم سالم في يعني نزول يعني المنازل الزوجين على يعني في الفجر أو على الساعة السادسة للتيقن من تواجد وللتيقن من يعني صحة هذا الزواج كيف يعني يعني كيف تنظرين إلى هذه الإجراءات أنت أخبرتني أن بعض المرات السلطات تلجأ إلى الذهاب واقتحام منازل الأزواج كي يتأكدوا أن الزواج صحيح البعض يقول هل هذا يعقل يعني في بلد كفرنسا أو غيرها تعتمد الديمقراطية وحقوق الإنسان كشعارات أولية لها لهذا أقول أن هناك تراجع على المستوى يعني الديمقراطية وعلى مستوى حقوق الإنسان في هذه البلدان حتى أنها حاليا تعتبر بأن للحد من مشكل تخلق قوانين اللي هي ما نسميها بالقوانين نعم ألو في قوانين يعني بيختلقوها للحد ما شك رغم أنها تتجاوز يعني مسألة حقوق الإنسان المشكل أنها تتخلق ضحايا داخل الشباب العربي أو المغاربي بالأغض لأن كان فيه ابتزاز يعني هذا الزواج رغم أنه بعض المرات أنه فيعلا الزواج الأبيض كان فيه ابتزاز مالي يعني كان فيه رفض الطلاق من بعد خمس سنوات باش رفض هذا الطلاق للمطابرة في الدنمارك مع ظاهرة الزواج الأبيض وهل التشدد ربما في فرنسا هو يشبه الإجراءات المتشددة ربما في الدنمارك أم لا؟ ربما الدنمارك هي الأكثر تشددة من حيث التعامل مع الزواج من الأجانب بشكل عام ومن ضمنه من درجة من زواج الوهم أو زواج الأبيض يعني حتى زوج الملك الحاكم اللي توفى مؤخرا هو شخص فرنسي لم يحصل على الجنسية الدنماركية لأنه زوج الملك الدنمارك شهيرة جدا بالتشدد لدرجة أن المواطنين الدنماركيين أو حمل الجنسيات الدنماركية بيختاروا يروحوا على الدول المجاورة الألمانيا أو السويد ويعيشوا فيها لفترة بما يعملوا جمع شمل لأزواجهم أو زوجاتهم وبالتالي يرجعوا على البلد فهي متشددة جدا يعني هذا التشدد يأتي في سبيل مكافحة ظاهرة الزواج الأبيض أو الزواج الشاكية أم أنه ربما لأسباب أخرى هو ظاهرة عامة الدنمارك عندها تشدد بهذا الموضوع منذ زمن ولما تحكي عن زوج الملكة فالموضوع يخرج يخرج من التفاصيل الصغيرة إذا كان زواج وهم أو لا لكن بالقضايا الجديدة اللي نحن نراقبها من 2014 لليوم مثلا فقضايا جمع الشمل سواء كانت لأشخاص يحملوا الجنسيات أو يحملوا الإقامات هي صعبة جدا يعني دوما فيه أول شيء تقريبا الأغلبية بيأخذوا رفض وبعدها بيطعنوا بالقرار وإثباتات كثيرة لحتى يحصلوا على هذا الزواج لدرجة أنه يعني فيه نصيحة غير مباشرة يوجه زواجك وجمع الشمل قوم بإنجاب طفل خارج الدنيمارك لحتى تخدم على جمع الشمل ويتم قبوله في الدنيمارك إلى هذه الترشة إلى أي مدى تؤثر هذه الإجراءات على حياة الناس يعني وخصوصا المهاجرين يوسف بكداش تترك آثار نفسية كبيرة يعني الأغلبية أو اللي بيحاولوا أن يعملوا جمع الشمل هم أشخاص بيستقروا أشخاص عم يبحثوا عن حياة أو يستغلوا هذا السيستيم حتى يجيبوا أشخاص لمقابل مادي هذول الأقلية وبالتالي عم تنظلم الفئة الكبيرة مقابل فئة صغيرة جدا لهيك هذا القانون تعسف من وجه النظري هاي القوانين الموضوع وهذا التشدد لا ينطبق وبالمناسبة هو على المواطنين الدنيماركيين أركسهم قبل الأجانب يوسف بكداش شكرا جزيلا على هذا التوضيح أريد أن أنتقل إلى عماد السلطاني رئيس جمعية الأرض للجميع نرحب بك أستاذ عماد نرحب بكم وشكرا ومرحبا بكل مستمعين أهلا بك أستاذ عماد السلطاني البعض يقول طيب يعني هناك ظاهرة منتشرة بكثرة في البلدان الأوروبية ظاهرة الزواج الأبيض وأن السلطات الأوروبية لديها ربما خيارات محدودة جدا لمواجهة هذه الظاهرة من بين هذه الخيارات التشدد الكبير في إجراءات الموافقة على الزواج وكل ما يتعلق بالزواج ما رأيك بذلك؟ سيدي حتى وإذا كان هناك الزواج الأبيض حتى إذا كان هناك ابتزاز من كون هذه معناها الفكرة ومن وضع هذه الاستراتيجية هي سياسة إيطاليا وفرنسا وكل اتحاد أوروبي هذ المهاجرين حتى لو الأقلية منهم يمشون للزواج الأبيض لأنه لما يحب يسافر بطريقة منظمة عبدالتأشيرة الوجه مكشوف وعبر القنوات الرسمية أصبح مستحيل هذا نوع من الأنواع الأخرى للهجرة بعدم إلقاب النفس في زوارق الموت هذا الأصل واجب أن نذهب إلى الأصل هي فرنسا اتخذت سياسات طيب ولكن أستاذ عماد السلطان لو سمحت لي يعني الذهاب إلى هذا الخيار هو يعني خيار قائم على الخداع من الأساس وباطل من الإساس والضحية قد تكون موجودة في فرنسا أو يكون الشخص نفسه هو الضحية صح هناك أنا معاك في كل الكلام أولا رانا نحكيه على الأقلية اللي يستعملوا في هذا لكن المعظم هو زواج عادي ولكن أي قوانين في العالم تحكم على النواية ولا قوانين كيف فرنسا ترفض التأشير بنية زواج أبيض من قال لها زواج أبيض هل هي دخلت في فكر البشر وفكرت أنه زواج أبيض هذا لا يجب أن نجده في دولة كفرنسا لا غير معقول ولكن السلطات الفرنسية تتحدث عن حالات كثيرة يعني عن ضحايا كثر لهذا النوع من الزواج أستاذ عماد أنا أنا معاك أنا ضد وإني نرقى المنظر الموجود طوى في فرنسا وكل أوروبا المهاجرين معناها منتشرين في كل مكان لأنهم هذوك المهاجرين غير نظاميين نحن حبينا نقول وأنا كعيمة سلطانية جمعية الأرض الجميع اللي وزعت الفيديو لمرأة لحبت تنتحر قدام صفارة فرنسا أنا من أنشرته أنا دائما نحن كجمعية نشتغل على الهجرة اللانظامية أنا أنا أكد لك اللي من ضمن هذوما لتفعين تأشيرات للالتحاق العاد أو لم الشمل من وجه الاستحالة فذهب عبر زوارق الموت أستاذ لو سمحت لي يعني أنت توقفت أو ذكرت حادثة المرأة التي هددت بحرق نفسها وهي امرأة فرنسية متزوجة من تونس رفضت السفارة الفرنسية في تونس إعطاء التأشير ليس له بل أيضا رفضت للعديد من شبان التونسيين المتزوجين من فرنسيات لماذا رفضت السفارة الفرنسية في تونس منح التأشيرات لأولئك الشباب كما قلنا يتعللون باسم الزواج الأبيض لماذا يعني ما هي الأسباب يعني من غير الممكن أن يتعللوا بالزواج الأبيض بدون ذكر الأسباب هل هناك مستندة ناقصة هل الأوراق ناقصة لا 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 يقولون اللي فما عديد من التونسيين اللي معناها يخلو في التأشير للذهاب إلى فرنس ليس للزواج وأنهم يحكموا عن نوايا فقط لهم كل الوثاق المرأة التي أراد حرق نفسها أربع سنوات مع زوجها بقعت ما وراءها أنها جيت ساعة زوجها ولكن هذا غير معقول كما قلنا نحن كجمعية الأرض الجميع وعيمات السلطاني لا نساند فقط العائلات نحن نريد احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان احترام القانون هل هذه فرنسا الديمقراطية تتعامل مع القانون نحن نقولولو مستحيل نحن نشتغلو على الهجرة لا نظامية تخيلو الأزواج هذم اللي موش ياخذوا تأشير أنا نأكدلك في يوما ما سيركبونا زوارق الموت منهم من يموت ومنهم من يفتقد ولذلك إيقاف الهجرة لا نظامية واجب احترام الهجرة المنظمة بالوجه المكشوف عبر القنوات الرسمية فرنسا وكل اتحاد الأوروبي إلى الآن تتعامل بعسكرانة البحر المتوسط عدم احترام القانون هذا ليش نحن نساندو في معناها التحاق العائل ليش للعائلات فقط لأن نحن نحب ونحط يدينا على الدا أين مشكلة الهجرة لا نظامية من المتسبب هي سياسات فرنسا وكل اتحاد أستاذ مماد السلطاني نعم لو سمحتني نتمنى أن تبقى معنا أريد أن أعود مرة أخرى الأستاذ باسم سالم المحامي المختص بقضايا الهجرة أستاذ باسم سالم يعني استمعنا إلى عماد السلطاني الذي قال تم رفض تأشيرات الشبان التونسيين الذين تحدثنا عنهم قبل قليل فقط بتهمة الزواج الأبيض بدون أي مبررات أخرى يعني هل هذا شيء قانوني هل القانون الفرنسي يسمح برفض ربما منح تأشيرة لشاب متزوج من فرنسيا فقط بشبهة الزواج الأبيض أم لا هلأ هو من حق يقول هيك بس كمان هذاك شخص من حق أنه يعترض على هذا القرار الموجود لكن أنا بس دع نوه لشغلي بسيطة كتير مثلا نحن نلاقي كتير على صفحات الفيسبوك يتم عرض الزواج الأبيض عن طريق سماسرة فبيقولك أنا عندي زواج أبيض سيدي مثلا فرنسية سيدي كذا فبالك بـ 15 ألف أو عن طريق لمش شمل يعني أنا سمعت عن حالات من دنمارك مثل ما حكى الأستاذ بالأول لا أنا لا أدافع عن دنمارك وما أقف العنصر من اللاجئين معروف بعدم تمديد إقامات لللاجئين السوريين بالتحديد لكن هناك العديد من اللاجئين اللي استفادوا من لمش شمل بعائلاتهم لكن كان كمان يباع ويشترى لمش شمل يعني هاي نقطة لازم نضيفة أنه انضافت كفقرة جديدة للزواج الأبيض أنه بتلاقي مكتوبة على صفحة الفيسبوك أنا عندي لمشمل بـ 8000 يورو طب كيف يعني أنت عندك لمشمل بـ 8000 يعني إذن هناك ما يشوهر بتجارة الأوراق 100% هناك تقارير أخبارية من التلفزة التونسية ومن التلفزة الجزائرية عن حالات استغلال لسماسرة عن سيدات استغلوا ناس فعلا أخذوا منه المصاري وما تكملوا الإجراء لأنه أنت تحت رحمة هذا الشخص حتى يتم هذا الاعتراف يعني أنت بكل موعد لألك بالبروشكتور بكل موعد لألك بالسفارة لازم هذا الشخص يكون موجود يثبت أنه هو فعل حالة الزواج فبالتالي هو بطلب منك سيلفي مقدم لـ 5000 حينه بصل لـ 20 ألف يورو وبهرب والعديد من الحالات تم هون بفرنسا عن كلام معهم عن طريق تقارير إخبارية قال لهم دفعوا أكتر من مرة 15 ألف أورو يعني في منهم دفعوا 50 ألف أورو ولم يحصل على الأوراق حتى الآن يعني السماسرة موجودين الحالات وأكيد الحكومات الأوروبية ومن الفرنسية على علم بهذا وعلم بهذه الصفحات أكرر كل شخص يتم رفض طلبه إن كان فيزا أو غيره هو من حقه أن يرجع إلى القضاء والقضاء يقول لك عندك مرحلة شهرين هذا الشخص الفرنسي عليه إثباتات أنه يستعد على استخدام هذا الشخص أنه عنده المواريد الخاصة لإستقباله فبالتالي أنه يقول هذا زواج أبيض غير وارد لأنه أساسا ما أجعل فرنسا ما تمت العلاقة لحتى أنا أقيمك كسفارة هي أبيض أو غير أبيض يعني ما هو من حق السفارة فبالتالي رح يكون أنا رح أقول لك تسعين من الحالات يتم قبولها من بعد الاعتراض أمام القضاء لأنه إذا كانت في أوراق نظامية لأنه أنت كسفارة ما من حقه أو كرر برة تانية تقول زواج أبيض من يقرر هو زواج أبيض أو لا السلطات الفرنسية في حالة دراسة الطلب أمام بريفكتور أمام مراكز الشرطة إذا هو فعلا يتمتع بهذه الحقوق أو هو موجود بهذه الحياة العائلية الموجودة الآن كمان نوح عليها أنه هل هو من الإنسان أنه يقتحم منزل هذا الشخص أكيد لا لكن العقد شريعة متعاقدين فبالتالي أنت لما تقدم على هذا النوع من الزواج أو هذا النوع مذكور أنه ستقوم الحكومة بغير إختار وبغير إنزال بتفقدك ومسموح بهذه الطريقة وأنت وقعت تحصل على هذه الإقامة أنا لا أقول هذا قانون إنساني أكيد هو قانون معيب وقانون غير إنساني وأنا كحقوقي بقول لا لكن بالنهاية هناك آلية عمل لهذا القانون تحمي هذا القانون للا يكون هناك مدخل لسمسار أو لا يكون هناك مدخل لمتلاعب أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأساد عماد السلطاني أساد عماد السلطاني تتحدث إلينا من تونس يعني خطاب السلطات الأوروبية هو واضح بشأن مكافحة ظاهرة الزواج الأبيض هذه هي ظاهرة المنتشرة بكثرة والتي توقع ضحايا من كلا الجانبين يعني كيف كيف يمكن أنت برأيك مكافحة هذه الظاهرة مكافحة نحن نقول لاش موجود هذا الزواج الأبيض لاش المهاجر الطونسي أو الغير الطونسي يذهبون إلى الزواج الأبيض لأنه الذهاب بطريقة قانونية عن طريق السفرات والقنصليات الأوروبية في تونس لأخذ تأشيرة بنية السياحة والأينية فممنوع فهذه المواطنين يبحثون عن أي طريقة للذهاب إلى أوروبا أساد عماد السلطاني مفهوم ولكن كي نتحدث بصراحة وبواقعية أكثر يعني السلطة الأوروبية هي أيضا غير قادرة على فتح حدودها لكل الناس للمجيء إلى أوروبا وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها تلك البلدان عزرا سيدي نحن نتحدث على الديمقراطية في العالم من أدراك كل التونسيين ولا كل من يريد الذهاب إلى أوروبا هو الذهاب للعالمات منهم من يريد يعرفت ما هي أوروبا من هي أوروبا أنا أعطيك في تونس طوى في حمامات عنا ما يقارب مليون إيطالي يعيش في تونس لأنه أختار لأنه مشاكل اقتصادية في إيطاليا وأوروبا أرقى راحته لاش التونسي والأفريقي ما عندوش حرية الاختيار لاش هذا هل تونس تجي للأوروبا وتقول له عندي مشاكل اقتصادية من نجم مش نقبلك في تونس هذا غير ما نحن نريد مرة أخرى احترام القانون احترام المواثق الدولية احترام المهاجرين الدخول إلى أوروبا واحترام سيادة دلك الدولة فرنسا أو أي دولة أوروبية لكن نحن نحبهم يدخلوا بوجه مكشوف إن وجد أمر قانوني للبقاء سيبقى وننتأكد لن يبقوا لأن أوروبا ما عادشها أوروبا تعاني أكثر من الدول العربية ولهذا هذه القوانين التي لا تحترمها فرنسا وكل اتحاد الأوروبي والهروب إلى عسكر المتوسط وجعل معناها سياسة تجعل المافيا في تونس كل إفريقا للتجارة بالبشر والهجرة غير نظامية أستاذ ماما اسمح معنا شهادة من رمزي زيد رمزي زيد مواطن تونسي متزوج من فرنسيا وتم رفض تمكينه من تأشيرة لم الشمال بتهمة الزواج ألا أبيض نرحب بك أستاذ رمزي مرحبا مرحبا بكل المستمعين أهلا بك أخير رمزي زيد أنت مواطن تونسي متزوج من فرنسيا وتم رفض منحك تأشيرة ما هي الأسباب التي قدمتها السفارة؟ والله الأسباب معناها رفضت أكثر من 1200 أكثر من 1200 يعني مطلب تأشيرة للمتزوجين بفرنسيات نعم تقاتم يعني ملف كامل يعني في كل الإثباتيات في كل ما يثبت معناها أنه عرس يعني زواج عن حب وزواج يعني معناها واضح ما يرحينا إلا أن السلطات الفرنسية لا يدرسون الملفات أصلا لأن هناك عندي أصدقائي متزوجين ولا هم أبسل وصغار ويجعبوهم يعني بطعالة تزواج لأبيض يعني هذا حتى منطق يعني يعني سبب الرفض كان ما هو بالتحديد عندما يتم رفض طلب تأشيرة هناك سبب ما هو السبب الذي تم تقريمه لك السبب هو زواج أبيض يعني مرياض كوروديلو يعني قال لك السبب هو زواج أبيض فقط بدون أي فقط يعني معناش لمشاكل في فرنسا لمشاكل في تونس يعني عباد نظاف ناس يعني رمزي زيد هل تعيش مع زوجتك في تونس أم زوجتك هي فرنسية تعيش في فرنسا أصلاً زوجتي فرنسية يعني تعيش في فرنسا صحابة الجنسية الفرنسية جاتني يعني قدمت برشة عديد من المرات لتونس وضعت كل الإثباتات كل الصور كل المساجات والديسكسيون يعني كيف تعيشون كيف تعيشون الآن كيف أثر ذلك على حياتكم أنتم يعني كزوجين والله برشة برشة تعب هي تعبت معي وبرشة تعب كل الزوجات يعني عندي أكثر من العامين واربع شهور في تونس بصراحة ستريس وتعب وكل شيء وظلم الحقيقة هو ظلم بصراحة رمجي زيد يعني ما الذي تخطط فاعله في المستقبل هل حاولت تقديم ربما اعتراض قانوني أم لا عملنا عملت اعتراض قانوني عملت ركور بعد شهرين في وجهة بالرفض ومن بعد عديت على التربينال وكذلك يعني في وجهة بالرفض وما زلت أنا وزوجتي معناها نطالب ونتوا بحقوقنا الشرعية معناها اللي هو عندنا الحق الكامل بش نخل الفيزا متاعي بش نرجع نعيد مع زوجتي وما زلت يعني تواصلت عندي إذا إذا لدي وجهة حل ما كذبش عليك بش نشوف حل معناها كل كل عائلية اللي هنا أنا وأصحابي والناس الكل إذا كان مثلا مش حتى حل بش نحرقوا ونرجعوا يعني نعيشوا طريقة غير شرعية كما يحبوهم شكرا جزيلا لك رمزي زيد إذا رمزي زيد توجه للمحكمة وأيضا تم رفض هذا الاعتراض من المحكمة كيف تعلق على ذلك لكن المحكمة لما تنظر بالطلب بتنظر بتاريخ تقديم هذا الطلب هل تم تقديم أوراق نظامية إلى السفارة لتنظر بطريقة صحيحة قانونية لإصدار قرار يعني حتى نحن لو كانت أوراق غير مقدمة أثناء طلب الفيزا وأدمناها خلال الاعتراض القضائي المحكمة ستؤيد رأي السفارة أو رأي القنصلية لأظهر القرار لأنه رح تقول لحظة إصدار هذا القرار لم تكن أنت مستوفي هذه الأوراق لكن إذا كانت الأوراق كلها نظامية بحسب ما نص عليه القانون فأنا متل ما أقلت لك أستبعد أن يكون القاضي أخذ قرار بوجود هذه الأوراق النظامية اللي بتخول هذا الشخص أنه يحصل على حق لم يشمل مع زوجته هل من حق السلطات سواء سفارة أو غيرها أن ترفض توثيق زواج أو ترفض تأشيرة فقط بتهمة الزواج الأبيض وهي تهمة يعني أكيد لا تهمة بدون إثبتات وبدون مستندات أيضا أكيد مية بالمية أكيد لا يعني مثل ما قلت لك هل هذا يعني أن تصرف عفوا هل هذا يعني أن تصرف السفارة الفرنسية في تونس هو قد يكون تصرف غير قانوني مثلا مية بالمية لهيك لما بنذكر القرار ما بيقول هو زواج أبيض بيقول من شك أو نظن أنه زواج أبيض فبالتالي هو دائما لحتى يتهرب من المسؤولة القانونية كسفارة أو كقنصلية من هاي الإجراءات أمام القضاء الفرنسي في حال صار الاعتراض فبيقول أنا أشك أنا أظن فبالتالي بترك هاي السلطة للقاضي لحتى يقرر هذا الشيء طيب أريد أن أعود إلى يوسف بكداش يوسف بكداش يعني استمعت إلى الشهادة استمعت للأستاذ عماد السلطاني إلى باسم سالم الذي قال أيضا هناك تجارة هنا على منصة التواصل الاجتماعي هناك تجارة فيما يتعلق ببيع الأوراق وعقد السفقات سفقات الزواج الشكلي إلى آخره كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة بشكل لا يضر بحياة الناس الذين ينخرطون فعلا بعلاقة حب وعلاقة شراكة مع مواطن أو مواطنة من الدولة الأوروبية أو الدول الأوروبية يعني يجب مراقبة المستغلين وليس المستغلين عادة عم يتم عم يتم اتهام المستغلين أو عم يتم مقاضات أو رفض أوراق المستغلين يعني الأشخاص مثلا بألمانيا حسب دراسة مع أنها قديمة شوية لكن ممكن تحضر هون بالتسعة ودسعين عملت بين جامعة نابولي وجامعة فالانسيا وجامعة دمشق كانوا الألمانيات من أصول روسية هنا يقوموا به أكثر الأشخاص يقوموا به النوع من الزواج فالسلطات العامة بيكون عندها ذاتها بيكون عندها معلومات عن الفئات اللي ممكن تقوم بهذا الشيء ومن الممكن مراقبتهم بشكل أوسع وبشكل أشمل مو أنه نرفض الكل ألم آيم أو بشكل عام وبعضون نجي نأخذ قضايا كل واحدة بعد الرفض كل واحدة على حدة وبعد إثباتات والوقت يطول الاستغلال استخدام استخدام أو استغلال الأنظمة لحظة الموجود لكن هدف النظام هو المحافظة على حياة الأشخاص العاليين محافظة على علاقاتهم مو إضرارهم لأنه فيه عندنا شك أنه ممكن يكون زواجك أبيض شكرا جزيلا يوسف بقداش منظمة دوزنة لدعم اللاجئين من دنمارك أريد أن أعود إليك أستاذ باسم سالم يعني هذه الظاهرة توقع ضحايا من كلا الطرفين هناك الشباب الذين يحلمون بالاستقرار والذين قد يتعرضون للإبتزاز ومن ناحية أخرى هناك وأسمته السرطات الفرنسية الزواج الرمادي هو عندما يقدم شخص ما إلى إهام المواطن الفرنسي أو الإيطالي بعلاقة حب ولكن بعد أن يحصل على الأوراق يتم يتم التخلي عن الزواج أو الطلاق إلى آخره يعني الضحايا هما من كلا الطرفين كيف يمكن ربما تجنب ذلك أو تجنب هذه المأساة كيف يمكن إقناع الشباب ربما بأن هذه الورقة هي ورقة خاسرة دائما هلأ جوابت على السؤال ببداية هذه المقدمة الحلوة كتير ليه؟ لأنه صار في تاريخ من هذه الحادثة الزواج الأبيض الموجودة في أوروبا صار معروف أنه فعن علاقة الشاب العربي بالأمرأة الأوروبية أو العكس هو علاقة استغلالية هو فقط يحصل على الأوراق نحن حتى بمبروثنا الشعبي في حال أنه حدا لم يحصل على الأوراق موجود في بلد أوروبي بنقول له ما قدرت تتلاقي يعني ببساطة فأكيد الأوروبي هو يعلم هذا الشيء أكيد هو عنده قريب أو عنده حادثة قديمة أو يعلم بهذا الشيء الموظف بيأخذ القرار فبالتالي عبدتكون معاملة الأوروبيين لهيك ملفات هو بسوء نية وليس حسن النية مثل ما يفترض أن القارون يتعامل فيها ودائما يفترض هذا الزواج هو زواج أبيض حتى يثبت العكس فبالتالي عليه هو عبء الإثبات وهو بحسب القانون خطأ لأنه لازم نفترض أنه هو حسن النية فبالتالي ليس عليه عبء الإثبات الزاكرة الموروثة من الطرف هو أن نحكي عن الطرف العربي أو الزاكرة الموروثة من الطرف الأوروبي عبتخلي هاي الحالات الغير إنسانية أو هالمقاسي تحصل يعني ما منشوفه إذا فعلا أوروبي تجوز من أوروبي لأنه واثق فعلا أن هذا الزواج على علاقة حب ومستوى اجتماعي متوازن يعني حتى بالموروث الديني أو الإسلامي بيقلك يجب أن يكونوا الاثنين من خلفية اجتماعية وحدة فبالتالي نحن لا يجب أن نعيب على الأوروبيين في حال أنه فعلا تذمتوا في اتخاذ في التصلب في تطفيق القانون أو عدم تطبيقهم أو كانوا سيئين نية لأنه من حقهم لكن من حقك أنت كمان تلجأ للقضاء العادل في كنت فعلا أنه كان هذا الجواز ليس زواج أبيض فعلا أنت تتمتع بكل الأوراق لتسمح لك أنك تعيش بسلام في فرنسا أو دولة أوروبية شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الأستاذ باسم سالم المحامي المختص بقضايا الهجرة واللجوء ووجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا الأستاذ عماد السلطاني رئيس جمعيات الأرض للجميع من تونس سعاد فراخشي الشاوي رئيسة جمعيات المغاربة في فرنسا ويوسف بكداش من منظمة دوزنة لدعم اللاجئين وشكرا لرمزي زيد المواطن التونسي المتزوج من فرنسيا والذي قدم لنا شهادة بشأن رفض تأشير دخوله إلى فرنسا